إنجاز ضخم في مجال الزكاة الاصطناعي وتحديداً من جوجل ديب مايند استطاع نموذج جيميناي المطور مع خاصية الديب ثينك إنه هو يحقق مستوى عالي جداً في مسابقة الـ IMO وهي مسابقة عالمية لرياضيات بدأت عام 1959 بيشارك فيها طلاب المرحلة الثانوية ويبقى تنفسه لحل مسائل رياضية معقدة جداً في مجالات زي الجبر والهندسة وأيضاً في العام الماضي جوجل تمكنت إنها تحقق مستوى كويس قوي أعتقد كانت مديلية فضية باستخدام نمازج زي ألفا بروف والفا جيومتري لكنها كانت بسيئة مقارنة بالبشر هذا العام التحدي كان مختلف جوجل استخدمت نسخة متقدمة من نموذج جيميناي مدموجة مع نظام التفكير العميق ديب ثينك بدون أي لغة رياضية وتم إدخال الأسئلة زي ما هي والنموذج اتعامل معها في نفس الوقت شركة أوبيني آي أعلنت إنها استخدمت نموذج تجريبي قوي عشان تحقق نفس مستوى أيضاً المديلية الذهبية في هذه المسابقة وسجلت 35 نقطة من أصل 42 وقالت إنها أصدرت إثبات على حل الخمس أسئلة ديب ثينك من جوجل بيشتغل بأسطوف فريد اسمه الوقت الموازي للتفكير بيولد عدة سلاسل من الأفكار بالتوازي وبيختار الأفضل منها بعد التقييم وده اللي بيخليه دقيق جداً لكنه بطيء في إخراج النتائج بشكل عام النموذج ده تم اختباره على مسائل من اختبار لعام 2025 وكانت النتائج مبهرة وقدر إنه هو يوصل للإجابات الصحيحة بعد أكتر من 13 دقيقة من التفكير والتحليل بشكل عام نقدر نقول إن النموذج ده يعني لو سألنا كده هل هو الأفضل للبرمجة لإنه دايماً كتير قوي بيسأله هل هو هيكون مناسب للمرمجة ممكن يكون مش مناسب لإن النموذج بيحتاج وقت طويل جداً مقارنة بنمازج زي جيميناي 0.5 برو يفضل استخدامه في المرحلة الأولى لوضع الهيكل العام ثم استكمال الكود بنموذج أسرع وده كلام جوجل نموذج جيميناي ديب سينك متوفر حالياً عبر تطبيق جيميناي للمشتركين فقط في الخطة ألترا وحيتم توفيره قريباً عبر الABI في جوجل كلاود والAI ستوديو أتمنى أنه يتوفر قريباً في الAI ستوديو عشان إن شاء الله نجربه بشكل عملي ولكن نقدر نقول الخلاصة أن ديب سينك أو جيميناي ديب سينك هو هيكون مذهل في التفكير العميق والمنطق الحاجة اللي بتتطلب منطقية في التفكير هيكون بطيء جداً لكنه دقيق بشكل مذهل وحنقول اللي بيبحث عن الدقة ممكن السرعة متهمهوش قوي الأنسب للمشاكل المعقدة ومش المهام السريعة المهام السريعة هتستخدم فيها النماذج العادية من جيميناي أما المشاكل المعقدة هيكون مناسب لها جداً التحدي القادم لجوجل أعتقد هيكون هو تحقيق التوازن ما بين الذكاء والسرعة والتكلفة أتمنى أن يكون متاح قريباً في جوجل AI ستوديو إن شاء الله نطلع نجربه بشكل عملي كانت معلومة سريعة عن نموذج جيميناي ديب سينك من جوجل أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة Infotech for You بحاول أقدم لكم كل جديد مفيد فهياريت ما تنسوش تدعونا باللايك والشير والكومنت لو كنتم متابعين العزاء ولكنت بشوفنا أول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة